نرجع لدكتور أحمد فوزي حتى أتفهم أتبين من وجهة نظر القانونية كأستاذ للقانون الدولي كبير يعني يمكن أنا اتعلمت وانا صغير أن القانون الدولي هو قانون للأقوياء وأنه الضعفاء لا يستطيعون التشبث أو الاستغاثة بهذا القانون لفت نظري في المذكرة بتاعتنا أن احنا بنتكلم على التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عام بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وما إلى ذلك 75 عام دمعناها وشرح لي بقى أنا فعلا بتساءل 75 عام هي مصر ضربت أو تعدت وتخطط حتى سقف الحديث عن 242 و67 تعدت حتى مسألة قرار التأثير في 47 إعلان الدولة في مايو 48 هي ذهبت لما قبل ذلك أنه الوجود أصلا وجود غير شرعي لهذا الكيان أولا تحياتي لحضرتك ولمعالي السفير وتسمينا للجهود المصرية في هذا الأمر وتحياتي لأسرة البرنامج وكل السادة المشاهدة الانطلاقة دي اللي حضراتك تفضلت بيها بتقلب الأمور رأسا على عقف فيما يتعلق بالكيان الصهيوني بتعيده للقطة السفر لأنه نحن مش بنطالب بمراعاة الأمور الإنسانية كما كان موجود أو الإبادة الجماعية أو الإغاثة أو الإبادة لا بالعكس داني بتحدث هنا مباشرة ودي قوة المذكرة عن الكيان باعتباره وجوده من الأساس وجوده من الأساس ككيان احتلال كدولة احتلال فبعيده للمربع صفر وبعامله تبقى لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال إذا لو توصلنا لهذا الأمر وكانت استجابة المحكمة وأن طبعا لرأي استشاري فيما يتعلق بالمحكمة ودي حتة مسألة تحتاج شرح كبير تحتاج شرح كبير خاصة في تفعيلها لأن أراء محكمة العدل الدولية تبقى تنقسم إما أن الدول بتتقادة أمامها وإما أن يحق لها أن يطلب منها أراء استشارية أراء استشارية مقصورة على الأعضاء بالأمم المتحدة اللي هي فروع الأمم المتحدة كلها من حق أي فرع بين منقشته المسألة معينة زي الجميع العامة كده وترحت أمامها هذا الأمر بتحريك من الإدارة المصرية في الملف ده أن هي تناقش فكرة الآثار القانونية الدولية المترتبة على وجود الكيان في حد الزات الاستعمار الوحيد اللي موجود إلى الآن ولما تم تصفيته هو الاحتلال الفلسطيني صحيح الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطيني فهي ضربة في عمق الوجود الإسرائيلي نفسه مش بس إنها مسألة طلب منه إنسانيات بقى أو مع الغاسة إحنا فعلاً زي ما حضرك تفضلت المذاكرة تجاوز إلى أفاقد وعودة إلى المربع رقم سفر في عام 1948 لأنها منطالب بالآثار القانونية عدم الاعتراف أولاً تحميل إسرائيل مسؤولياتها عن ذلك ثم إخلاء الأراضي الفلسطينية بالكامل بما فيها القدس ثم عدم الاعتراف بأي أثر قانوني خلفت بإسرائيل قواعد القانون الدولي سواء كان قواعد القانون الدولي التقليدي سواء كان قواعد القانون الدولي الإنساني سواء كان قواعد القانون الدولي متعلقة بعدم أو بالمنع الاحتلال من أي إحداث أي تغيير ديمغرافي طبقاً لإتفاقيات جنيف لأنه كدولة احتلال أو كسلطة احتلال واجب عليها عدم إحداث أي تغييرات ديمغرافية في الأرض أو في السكان أو ما إلى ذلك إسرائيل خلفت كل قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي التقليدية في التعامل مع الأراضي ومع الشعب حتى أنها فقط الأفاق وشوفنا العالم كله دلوقتي رأساً على عقب مقلوب من له ومن ليس له ومن له ومن عليه والعالم من أقصاء إلى أقصاء يدين هذه التصرفات الإسرائيلة فقبوة المذكرة في هذا الأمر ليس فقط المطالبة به زي ما قلت لحضرتك مثلاً الجوانب الإنسانية أو ما إلى ذلك لا دحنا قفزنا إلى مسألة عودة الكيان الصهيوني إلى المربع رقم صفر فيما يتعلق بأن وجوده أصلاً غير شرعي وبالتالي أنا الأوان هذه القضية الراكدة على صدور الأمم المتحدة وهي القضية الوحيدة الاستثنائية التي لم تستطيع الأمم المتحدة حتى الآن أن تفصل فيها 300 وكذا قرار من جميع العامة من أكثر من 188 قرار من مجلس الأمن وأن كلها قرارات ملزمة لم تستجب إسرائيل لقرار واحد من هذه القرارات إذن هذه القضية تظل حجر عصرة ركضة على قلب الأمم المتحدة ولم تستطيع الأمم المتحدة حتى الآن أن تتحلل أو تحلل هذه القضية وتعيدها إلى المتحدة حتى فكرة وجود الدولتين رغم إقرارها مفترة كبيرة من أيام أصله وغيره لكنها إلى الآن لم تخرج إلى حزنة تخرج إلى حاز النفاذ وقت الأزمات ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد احتوى الأزمة تنادي الأمم المتحدة وغيرها بضرورة حل الدولتين فإذا انتهت الأزمة ما بنشوفش حل الدولتين ولا إجراءات جدا إذن قاني الأوان لتصفية الاحتلال هذا هو فحوى المذكرة كما أقرأه كأستاذ للقانون الدولي تصفية الاحتلال ليس فقط حل الدولتين وإنما القفز إلى تصفية الوجود الإسرائيلي كدولة احتلال للأراضي الفلسطينية ماذا بقى مصداقية ساعتك المسألة أو مش المصداقية نكلم عن الجانب التنفيذي هل الرأي الاستشاري الصادر من المحكمة العدل الدولية بيبقى له قوة تنفيذية زيه زي الأحكام طبعا ما زلنا إلى الآن بنقول أن الوجود أمام المحاكم الدولية والقضاء الدولي وجود اختياري مش ابلوجاتيلي يعني ما هوش ملزم وبالتالي الدول بتنقاد للاتقادع من محكمة العدل الدولي لكن ده الرأي الاستشاري مرهوم بالأجهزة الأجهزة فقط التابعة العموانية هي اللي لها الحق في أن هي تطلب رأي استشاري قبل كده كان المجموعة العربية برضو وبدغط من مصر لجت الجامعة العامة إلى تفجير استشاري يتعلق بالجدار العازل لما كانت إسرائيل يعني تقططع أجزاء كبيرة جدا من الضفة وخدنا فعلا في عام 2004 وحصلنا على حكم استشاري من محكمة العدل الدولية بأن هذا الجدار جدار عنصري وهو جدار يعني غير ملزم ويجب أنه هو القدر عليك